تلقينا دعوة من سيد رئيس مجلس الأمة الكويتي لزيارة دولة الكويت الشقيقة ولبينا دعوة مباشرة لما لدولة الكويت والشعب الكويت ما في أنفسنا من قرابة وأيضا لما يلبي طموحات الشعبين ورغبة القوى السياسية في العراق بالتواصل بشكل دائم مع دولة الكويت قيادة وشعبا وهناك العديد من المواضيع التي تم مناقشتها ابتداء مع سمو الأمير أمير البلاد وأيضا مع الأخوان في مجلس الأمة الكويتي وزيارات أخرى كانت بصراحة زيارات إيجابية وزيارات تنعكس إيجابا على مدى العلاقة ما بين الشعبين الشقيقين وما بين القيادة في دولة الكويت الشقيقة وأيضا القيادة السياسية في العراق على مستوى الدولة العراقية سواء كانت في الحكومة العراقية أو في مجلس النواب العراقي أنقل لكم تحيات مجلس النواب العراقي موثلو الشعب نيابة عن كل أبناء الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لصاحب السمو أمير البلاد لما قدمه طيلة الفترات السابقة من دعم للحكومة العراقية والدولة العراقية أثناء حربنا ضد تنظيم داعش الإرهابي العراق خاض حرب نيابة عن العالم أجمع وكان أول المبادرين صاحب السمو ودولة الكويت في إسناد العراق في هذه الحرب وما بعد الحرب من إغاثة للنازحين وإعادة الاستقرار ولم ينسى أخوانه في باقي محافظات العراق بل كان سباقا بتقديم كل ما يمكن وكل ما يستطيع من تقديمه إلى كل محافظات العراق وآخرها في محافظة البصرة في الأزمة الأخيرة لمحافظة البصرة وأكد صاحب السمو على استمرار دعمه للعراق وأكد على ضرورة وحدة أبناء الشعب العراقي وهذه بصراحة رسالة بليغة ستصل إلى أبناء الشعب العراقي جميعا أكدها صاحب السعادة صاحب السمو على أن العراق يجب أن يكون متميزا بالتنوع لا يكون هذا التنوع سبب للفرقة وسبب لتقسيم الشعب العراقي بل يكون أساسا مصدر لوحدة العراق وأبناء شعب العراق مما ينعكس إيجابا في المنطقة